اشتركوا في القناة وابرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمهوري والانتهاء من تحقيق السوق الخليجي المشترك ودعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبدوره اكد سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الساعي نحو تعزيز فرص التكامل الخليجي وموصلة العمل على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو افاق اوسع وارحب والالتفات الى مشروعات الامن الغذائي بمنطقة الخليج والعمل على تنميتها وزيادة نسب الاستثمار فيها